استلم مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك أسامة عبدالخالق استلم جائزة القيادة العالمية للمدن المستدامة والمستوطنات البشرية لعام 2024 بالنيابة عن الحكومة بما يعكس التقدير للهود مصر في مجال تعزيز تنمية الحضرية هذا وقد شارك سفير أسامة عبدالخالق كمتحدث في الجلسة السنوية للمنتدى العالمية حول المستوطنة البشرية ويأتي إنعقاده كمقدمة للمنتدى الحضري العالمي الذي تصديف مصر النسخة الثانية الثانية عشرة منه في القاهرة في نوفمبر 2024